دلوقتي خلونا نروح لمعهد المحاصيل السكرية وانتبع إجراءات تفعيل توجهات السيد رئيس عبدالفتاح السيسي لاستخدام رأي الحديث وزراعة الأصب بنظام الشتلات لزيادة الانتاجية ولقاء مع الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية معانا دلوقتي لمياء حمدين ورسلة صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا لمياء صباح الخير عليك بساد صباح الخير عليك أحمد وعلى كل مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان الحقيقة في الفترة الأخيرة بعد ما قام سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاحات مختلفة ومشروعات مختلفة في الصعيد وجه بضرورة استخدام أحدث الوسائل في الراي والزراعة المختلفة للزراعات المختلفة في مصر وده لأكتر من سبب لزيادة القدرة الانتاجية الزراعية في مصر وكمان ترشيد استخدام الميا والأسمدة وغيرها وكمان لرفعة مستوى المعيشة بالنسبة للفلاح وخصوصا في زراعة قصب السكر زي ما ذكرت يا بسانت مزيد من التفاصيل ينضم إلي دكتور أيمان العاش مدير معهد المحاصيل السكرية براحب بحضرتك النهاردة يا فندم أهلا وسهلا بحضرتك خلينا نتكلم على الشتلات الموجودة يعني حضرتك ماسك معنا نموذج لشتلة لقصب السكر خلينا نتكلم على التوجهات اللي وجه بيها الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالفعل بدأتوا تقوموا بها هنا في المعهد والله طبعا هو توجهات فخمط الرئيس والدولة كلها هي إن إحنا إزاي نستفيد بالرقعة الزراعية الموجودة عندنا بأقصى استفادة ومدخلات إنتاج ما يبقاش فيها إصراف أو فيها حاجات بتستخدم بدون داعي طبعا بالنسبة لقصب السكر إحنا اتجهنا لإسلوب الشتل لقصب السكر ودوت من أحدث الأساليب اللي موجودة في العالم دلوقتي اللي ما زلنا إحنا في البدايات في تطبيقها على فكرة مع مستوى العالم يعني إحنا مش متأخرين ولا حاجة بالعكس ده إحنا نعتبر في المقدمة الإسلوب دوت بيعمل لي بنفتس كتيرة أو فواية كتيرة للقصب أول حاجة إنه بيزود لي الإنتاجية الرئاسية مش أقل من 15 طن ريلف الدانت وديت طبعا على مستوى المساحة الكاملة هيتبقى فيها ناتج قومي كبير وفي نفس الوقت داخل المزارع بيخش بشكل كبير نمرة اتنين إنها بتستهلك تقاوي لزراعة الفدان أقل بكثير من الزراعة التقليدية يعني الزراعة التقليدية بتزرع الفدان بـ 8 طن أنا ممكن أنتج الشتلات الكافي الفدان من طن واحد فبالتالي أنا أقدر توفر 7 طن هيتجهوا لإنتاج السكر وطبعا دوت هيكون له فواية كبيرة طبعا الشتلات ديت إحنا بنميها في الصوبة زي ما احنا شايفين كده هوت إنها بتقعد لمدة شهرين بتكون مجموع جزري تحت ظروف تغزية معينة قوي جدا بعد ما بيبقى عمرها شهرين بنيجي نشتيلها في حقل زي دوت طبعا الشتل في الحقل دوت بالطريقة ديت بيعمل عندي مستين ما أقدرش يحققهم في الزراعة التقليدية الميزة الأولينية هي الكسافة النباتية في وحدة المساحة فأنا بقول إن أنا بزرع 7000 شتلة في الفدان بالزراعة التقليدية أنا مقدرش أعرف أن أزرع كم شتلة في الفدان لأن الإنبات عشوائي للعدان أو للبروع من اللي في العيدان نمرة اتنين إن أنا بضمن توزيع منتظم للنباتات في وحدة المساحة زي ما احنا شايفين كده نحس إن النباتات مرصوصة بمسافات متساوية بينها وبين بعضيها وبالتالي أنا بتيح فرصة للنباتات إنها تستفيد بالشمس والبناء الضوئي علشان تقدر تديني إنتاج أكبر الميزة التالتة إن أنا في الطريقة التقليدية إن ما كنتش بقدر أستغل للأرض غير إن أنا نزرع أصبه بس إنما إحنا في الطريقة دي تقدرنا إن إحنا نوسع المسافة بين الخطوط بقت 150 سنطي وبالتالي هيقدر المزارع في الفترة اللي هي بتاعت الربيعي إنه يحمل محاصيل أخرى قصيرة العمر على الأصب وهو صغير بحيث إنه يقدر ياخد محصول مع الأصب كمان ودوت معناه زيادة دخل للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج بتاعت الأصب فيبقى أنا كده عملت حاجتين مع بعض نيجي للنقطة التانية اللي هي الراي وسائل الراي طبعا إحنا بنستهلك الأصب بالطرق التقليدية اللي هي دلوقتي فخامة الرئيس أطلق مشروع تطوير الراي على مستوى الجمهورية كلها وده مشروع يعني يعتبر تاريخي المشروع دوت فايدته إن إحنا بنوفر المية اللي إحنا بنديها للمحاصيل بحيث إنه نأدي للنبات احتياجاته من الماء مش أكتر من احتياجاته من الماء آه هو دوت نظام حضرتك إحنا عندنا نظم الرأي الحديثة كتيرة في عندنا رأي بالطنقيد طبعا حرك شفتيه قبل كده كتير في عندنا رأي تحت سطحي اللي هو الخارطين بتبقى مدفونة في الأرض على مسافة 30-35 سنطي وبتدي المية بالنشع للنباتات وفيه نظام جديد إحنا بنجربه دلوقتي مع القصب اللي هو الرأي المطري اللي هو بيسموه فلوبي سبرينكلرز بس يعني كلمة المطري عشان الشكل بتاعه يعني فبنسميه الرأي المطري آه دوت النظام ده أو نظم الرأي الحديثة بتوفر من 30 ل 45% من الماء اللي كان بياخدها القصب إذن فمعنى كده إن أنا عملت نسبة توفير كبيرة جدا في الماء اديت للنباتات احتياجه وشلت كمان المساوء بتاعة زيادة الرأي اللي هي على المحصول لأن الماء الكتير للمحصول القصب حتى بتضر الانتاجية بس طبعا إحنا كان عندنا المزارعين عندهم اعتقادات سائدة أن القصب بيحب الماء مثلا كتير أو إن كمان الطريقة العادية اللي احنا بنروي بيها اللي هي الغمر ما فيهاش أي نوع من أنواع التحكم في كمية الماء اللي بتنزل للأرض دهي خليتي أسأل حضرتك سؤال إزاي هتقدموا النوع ده من الدعم للمزارعين بالطريقة الجديدة هل هتقبلوها بسهولة إيه الدعم اللي هتوصله خصوصا لمنطقة السعيد طبعا بالنسبة لموضوع الرأي المشروع بتاع الرأي طبعا دخل في المبادرة مع البنك الزراعي المصري البنك الزراعي عامل تسهيلات جمدة جدا لتأسيط التمن بتاع الشبكة للمزارع بشكل ممتاز جدا يعني بالنسبة للشتلات احنا ابتدينا دلوقتي بأعمر فخامة الرئيس إن احنا نعمل المحطات لإنتاج هذه الشتلات أو بنسميها المصانع الحيوية لإنتاج هذه الشتلات المحطات ديت عندنا دلوقتي باكورة المحطات ديت محطة في كومومبو ديت الطاقة بتاعتها هتبقى إن شاء الله 15 مليون شتلة وبعديها محطة تانية 80 مليون شتلة وهتتوالى المحطات لأننا المساحة بتاعتي اللي هي 50 ألف فدان اللي تكلم عليهم فخامة الرئيس اللي بتزرعوا كل سنة دول بيحتاجوا ربعمية وعشرين مليون شتلة ينتاجوا كل سنة خلال أربع شهور علشان نزرع الكلام طبعا الموضوع ده محتاج تكنولوجيا عالي قوي علشان الأعداد الكبيرة اللي بتون تكفوات قصير علشان الكواليتي كنترول اللي هي بتاعت الجودة بتاعت النباتات اللي طالع عندي إنها تبقى نباتات خالية من الأمراض إذ يبقى هناوات احنا دخلنا حاجة جديدة في القصب اللي هي اعتماد تقاوي الأصب وده حاجة موجودة قبل كده كان المزرع بياخد تقاوي من أي حتة وبيزرع إنما دلوقتي أنا بديله نبات سليم 100% معتمد إنه خالي من الأفات والأمراض صنفه معروف وبالتالي بياخده هو قوي مني بشكل الشتلة ديت بيزرعه في الأرض بتاعه فبالتالي بتكون النتيجة أحسن ما يمكن يعني شكراً لك في نهاية اللقاء شكراً كزيراً دكتور عيبان العش رئيس بهذه المحاصيل السكرية بالبحوث الزراعية يعني زي ما وجه لينا أو شرح لنا قد إيه إن الشتلات الجديدة هي خالية من الأمراض فبالتالي المزارع مش محتاج أسميدة وجه لينا إن هو هيقدم كل الدعم أو مزارة الزراعة بشكل خاص هتقدم كل الدعم للمزارع علشان نرشد الاستهلاك الخاص بالمية ما فيش أسميدة ممكن يستخدمها للفلاح خصوصاً في زراعة أصب السكر اللي هي أصلاً سلعة استراتيجية ومهمة لكل مواطن مصري إليك بسانت وإليك أحمد شكراً لك يا لاميا ودافك الكريم كل شكراً لكم